وفي ذات السياق قرر مجلس رؤساء الكنائس في الأردن تعين قدس الأب الايكونوموس الدكتور إبراهيم دبور راعي كنيسة دخول السيد إلى الهيكل الروم الأرثوذكس الصوفية أميناً عاماً لمجلس رؤساء الكنائس في الأردن خلفاً للقص الأرشد ياكون لأي حداد وقال قدس الأب دبور إن هذا المنصب الجديد هو خدمة روحية لكافة الكنائس الرسولية في الأردن في مسيرتها الروحية مكتب نورسات الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسم السمعان وكافة العاملين يتقدم من قدس الأب دبور ومن كافة السادة الأساقفة عضاء المجلس بالتهنئة والتبريك متضرعين لله أن يرسل دائماً فعلة لحصاده الوفير